لم تكفي سنين الحرب الثلاث العجاف لإزاحة شماعة تنظيم الدولة من طاولة شركاء العملية السياسية بل تحولت إلى شماعة يلقى عليها الفشل الحكومي الفادح وانتهاكات حقوق الإنسان هجمات محدودة للتنظيم في مناطق غربي العراق وشماله تحرص قوى سياسية على تضخيمها والعمل على الاستفادة منها لمصالح ضيقة حتى وصل الأمر إلى التحذير من سيناريو سقوط المدني مرة أخرى ورقة الابتزاز السياسي تتجاذبها مختلف الأطراف فميليشيا الحشد تستخدم ذريعة وجود جيوب لتنظيم الدولة كغطاء لتبرير سطوتها على المدن واستمرار سياستها هناك التي تحوم حولها شبهات انتهاكات ممنهجة الهدف منها خلق واقع ديمغرافي جديد في عدة مناطق وعلى رأسها حزام بغداد القوى الكردية حذرت على لسان مسعود البارزاني من أن التنظيم سيعود بشكل أقوى إذا لم تعود البشماريا إلى كاركوك وسنجار وباقي المناطق المتنازع عليها معتبرا أن القضاء على التنظيم في العراق أمر غير حقيقي أما على الأرض فلا يكاد شارع بالمدن المستعدة من التنظيم يخلو من نقطة تفتيش أو مقر عسكري حتى وصلت إعداد القوات هناك إلى أكثر من نصف مليون جندي يتوزعون على مختلف التشكيلات العسكرية بالإضافة للآلاف من عناصر ميليشيا الحشد لكن من جهة أخرى يرى مراقبون أن الأسباب التي أدت لظهور التنظيم ما تزال موجودة فحملات الاعتقالات العشوائية مستمرة وكذلك السجون مكتظة بآلاف المعتقلين الذين يعانون من مختلف أشكال التعذيب بحسب المنظمات الدولية بيد أن تضخيم الأحزاب لهجمات تنظيم الدولة يعطي صورة واقعية عن العقلية التي يدار بها العراق إما عدو على الأرض تقصف المدن للقضاء عليه أو عدو كامن يعتقل آلاف الأبرياء بحثا عنه ترجمة نانسي قنقر